طيب بالمناسبة كيروش استقاط على تويتر بيقول الآتي الحلم انتهى قدينا كل ما علينا لكن النهاردة ما كانش كافي أو الأداء ما كانش كافي تحقي الحلم من أعماق قلبي شكراً للاتحاد المصري على هذا الشرف في تدريبي أو يعني قيادتي للفريق الوطني المصري لكل لعبية لكل المعاونين لي شكراً جزيلاً ليكم دايماً هتكونوا في قلبي بس برضو هو طبعاً استقالة ممكن هتريح كتير شوية الجمهور ان هو حاس ان خلاص ده مرحلة وتلهت لكن انا برضو حقيقة اللي بيحزن الواحد ان دي مرحلة ولكنها مرحلة هتأثر على ما هو قادم يعني كاس العلم دي أصلاها إيه؟ خداع قوي يعني انت عندك نجم كبير زي محمد صلاح والسنة دي بالذات كانت سنة فارقة ليه انه يحصل على لقب أحسن لعب في العالم فكان الخطوات تداع حلو ان مثلا قاد المنتخب لنهائي كاس العلم الأفريقية ماشي كان مطلوب منك خد كارباو كاب خد كاس الربطة بتاعت انجلترا فدي خطوة وصل لدور التمانية لكاس الاتحاد الانجليزي بينافس على لقب هدف الدوري وهو المتصدر بفرق كبير الدوري الانجليزي قرب بقيت فرق نقطة واحدة فالدنيا مشيت معاه فانت في أمل ان محمد صلاح ده وصلك لكاس العلم اللي فاتت كان عنده 26 سنة دلوقتي كاس العلم دي 30 طب هل صلاح هتواتيه 34 سنة عدد كبير من اللعيبة اللي هم فوق التلاتين دول هيكمل معك خلاص موضوع برضو أصبح حجازي فوق التلاتين السلية فوق التلاتين عدد كبير من اللعيبة الشناو فوق التلاتين يعني مجموعة كبيرة من اللعيبة دي أعتقد مشاعر مختلف أستاذ عمر زيما دكتور طريق كم اتكلم عنها مسمعات الخبر دلوقتي يعني ابتسمت شوية لكن في النهاية برضو بفكر في اللي جاي ممكن البناء عليه بشكل فيه إيجابيات وفيه سلبيات يعني ده بقرنه مثلا باللي حصل مع إيطاليا إيطاليا بره كاس العلم بس في النهاية في استحقاق روبرتو منشيني فيه دلوقتي تفاوض من الاتحاد لتجديد الثقة فيه بيخسر قدام بلده أمام مقدونيا الفريق المجهول والضعيف جدا على مستوى كرة القدم بهدف في الوقت القاتل في 2 نصفين ولكن فيه تجديد ثقة فيه رغم ضياع حلم كاس العلم يعني بطل عالم خمس مرات هيجيب مرتين لكن هم شايفين أنه قادر يبني جيل وحق أكسرهم طيب أنا عايز رأي حرك في الجملة الأولى اللي بيقولك كارلوكيوش يعني أن احنا يعني قدينا كنا داو يعني بنقدي ما علينا لكن النهاردة ما كانش كافي هل هنا بيعترف بشكل ما أو بطريقة أو بأخرى ما أقدم معاليه اليوم الحقيقة ولا حتى في مباراة القاهرة عشان أكون منصف يمكن أعلم كلاعبين قدموا طبعا معاليه أنا بعتقد أن اللعبة قدمت معاليها جدا ورجوعا لنقطة كابتن طاري أنا حزين على فيش عراية كبيرة جدا وخط رفيع جدا بين النقد اللازع وبين التعظيم جدا والثناء الشديد يعني قبل المباراة لو كنا وصلنا يا جيل يا عظيم يا اللي وصلت ما أنا كنت أقول حضرتها بجيل حسن شحاتا ما عملش كده ده كان معهم أحمد حسن ودريكا ومتب واقعه لو كانت جون ما حصلش لو ما كانش الكرة دي فتوح رجع الكرة ووجدت جون وكان الوقت الأصلي خلص صفر صفر كنت أهلنا كان كيروش أنا كنت بقول نعمل تمثال لكيروش لو قدر يوصل بنا كاس العالم ولكن للمرة التانية على التوالي وهو جايب له خمس شهر مظبوط أستاذ عمد لكن ننزم على الأرض الواقع الخط الرفيع ده يقول لنا أنه كان فيه إيجابيات وكان فيه سلبيات الحقيقة أنا حزين على يعني لطي برضو فيه نقد الغاز على محمد صلاح طبعا رد فعل عاطفي من الجمهور المصري كله الواعي وده ده مقدور عليه وهيروح خلال ساعات مش أيام حتى ولكن فعلا انت بص انت حزين على العيب مصر هتقعد كتير عشان تجيب العيب زيه ووصل الأرقام هي الأعظم في التاريخ كان قريب جدا من البالون دور النهاردة يورجين كروب تسأل ومحمد صلاح في الوضعية دي في الوضعية دي أستاذ عمرو يا دكتور انه بنفس على الكود رابل على أربع بطولات هو في نصف النهائي يعني عندنا في الدوري هيلعبوا يوم عشرة هو منشيستر سيتي وهم الفرق نقطة مباراة بست نقاط قادر ياخد الدوري هيلعبوا نصف النهائي لكأسي وماربعتاشر إبريل عمانشيستر سيتي برضو يعني هوم مباراة في أربع تيام كارباو كاب خده من شلسي بطل أوروبا فانت انت بتنافس على وبيلعب في الدوري الأبطال عنده مباراة قدام من فيك كان نقص له الوصول لكاس العالم كان نقص له فانت لعيب خسرت كاس العالم وكان عنده دوافع شخص وهو في عمر يعني صلاح دلوقتي زيان بيقوله في الكارير هو في البيك 30 سنة ويقدم أفضل وأفضل كرة عنده فبالتالي أنا حزين على ده ولكن برضو تاني رحيل كروش يفتح الباب إنه تجربة والحقيقة برضو أنا عايز أولا حركة على حاجة رضا على تويتر ده معناه ده معناه هو مش عايز أقوله إنه انسحاب ولكن هو قناعة عنده من خلال الاستقالة إنه واعتراف ضمني مش هيقوله طبعا من شكل ظاهري إنه لا يقدر على تقديم يعني أكثر من كده لايته في الإمكان أكثر من مكان أنا ده أفضل مع عنده خلاص يعني هنا بقى شوف أنا أولتهى حتى بشكل يعني كان رأي الشخصي المتوضع إنه يبقى فيه حد جديد نعطي الفرصة لمدير فني جديد يبني على العمل كروش جيل جديد كنت دكتور كان يتكلم على الأعمار ننزل بمستوى الأعمار أنا بقى عليها تعقيب على دير فاضل رائحك إيه فاصل استقال هو كان رس كروش غلط غلطة كبيرة وأنا قلتها في حينها إنه هو غلط حتى قبل ما الناس تسمع كلامه وترجمت كلامه غلط في البداية لما قال مش عايزين نحط البطولات كلها إنوان باسكت يعني في سلة واحدة فخلى اللعيبة تركز على الهدف الأبعد وما تركزش على الأهداف القويبة أنا جاي عشان ده أنا جاي عشان نوصول الكاس العامار فلما استدرك على فكرة قاعد معا الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب قال له لا ما فيش حاجة اسمها إن انت رايح كاس قم دي كاس قم دي بتاعت المصريين اتحاد الكرة قاعد معاه كان لسه جاي منتخب اتحاد الكرة جديد بص عال السبعة نجوم يا روح يعني يعني قاعدوا معا لا عرفتوا بعد مارش نيجيريا بعد الهديمة من نيجيريا الضبط قال له لا ما فيش الشعب المصري مرتبط بكاس الأمم من أكبر الارتباطات اللي بمتورات بعيدة حتى عن كاس العالم هي كاس الأمم فهو بيعتزر عشان هو حط الهدف الأبعد والأسمى هو الأخير ففشل في الأخير فطبعا هو طبعا ما كانش حل قدامه إلا أنه يستقيل بينه بيكو هو تحط في خانت اليك أنت قعدت تقول كاس العالم فقدنا كاس العالم تقول كاس العالم فقدنا كاس الأمم تقول كاس العالم لكن هي كان بإمكان كيروش بشوية شغل فني هو كان قادر أنه يعمله بحكم أنه هو تولى إدارة العديد من المنتخبات الكبيرة وصل بهم بدو وصل بهم إيران وصل بإيران وصل بسلوم بيام كان بإمكانه أنه بنفس التشكيلة دي يكسب كاس العرب بالمجموعة اللعيبة دي كان بإمكانه أنه يكسب كاس الأمم بس هيقول حريك أنا كنت لسه في مرحلة تكوين منتخب يعني إزاي أنا جاي بقالي شهرين تقولي اكسب بطولة العرب فيه منتخبات كانت أجهز مننا منتخب الجزائر كان أجهز منتخب تونس كان أجهز منتخب الجزائر جاء بعديها بأيام خسر ماتشين واتعادل ماتش في كاس الأمم وخرج من نطور الأمم أنا مش عارف الجزائر عامل إيه دلوقتي لو الزمل بس يقولوننا الجزائر عامل إيه دلوقتي ربنا مبروك تقريبا كده لأشقائنا في المغرب المغرب تقريبا كده خلاص 3-0 آه لا بقى بأربعة واحد تقريبا ألف مبروك لأشقائنا في المغرب مش عارف أشقائنا في الجزائر مرتش الجزائر وصل اللي فيه يارات الإعداد مشكورين بس قولولي الجزائر مغلوبة 1-0 مغلوبة الجزائر لسه مغلوبة وتونس صعدت ألف مبروك لأشقائنا في تونس وإن شاء الله بإذن الله أشقائنا في الجزائر كمان يكون ليوم النصيب بإذن الله والتأهد اشتركوا في القناة